ازاي يعمل اخفاء لفيديوهات التيك توك بدون محزف الفيديوهات دي ده ما اضع حلقتنا النهاردة فتابع معايا الفيديو للنهاية السلام عليكم انا ياسمين عشور ياريت قبل ما نبدأ شرح النهاردة تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وكل سلامة تطيبين ورمضان كريم النهاردة هقولك بدل ما تحزف الفيديوهات عندك على التيك توك لا تعمل لهم اخفاء والنهاردة هقولك ازاي تعمل اخفاء لفيديوهات التيك توك يلا بنا كده ندخل على التيك توك مع بعض وبعدين بنبدأ نضغط على كلمة الملف الشخصي وبعدين بقى بتبدأ ان انت تشوف الفيديو بتاعك اللي انت عاوز تعمله اخفاء من على التيك توك بدل محزف الفيديو اعمل له اخفاء فببدأ ان انا اختار الفيديو وبضغط كده على الفيديو فانا هختار فيديو من موجود دلوقتي ببدأ ان انا اضغط على الفيديو بتاعك ما ضغط عليه كده وطبعا هيجي لك بالشكل ده بابدأ ان انا اختار لتلات نقط بتلاقياهم كده في الفيديو في جنب الفيديو كده ببدأ ان اضغط عليه بتلاقي في قائمة تحت كده بتسحب القائمة دي ناحية الشمال ما تسحب كده ناحية الشمال اللي هي اولها لتحللات حفظ الفيديو تزبيت. بابدأ ان انا بأسحابها. وبجيب حاجة اسمها اعدادات الخصصية بابدأ ان اضغط عليها. بعد ما ضغطنا عليها طبعا هي راحت معي معلش بابدأ اضغط عليها تاني وباضغط على ادادات الخصية وبعدين من يمكنه مشاهدة هذا الفيديو. طبعا جنبها كلمة الجميع. بابدأ ان انا اضغط عليها وبختار كلمة انا فقط. يبقى انت كده عملت له اخفاء من عندك. ومجرد ما عملت له انا فقط هو ما عادش ظاهر في الصفحة الرئيسية على التيك توك. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بشوفه مش موجود. طبعا هنلاقي فين بقى بنلاقي في علامة القفل اللي هي فوق دي. بابدأ ان اضغط عليها. بتلاقي اي فيديو انت عملت له اخفاء بتلاقيها موجودة. وتلاقي الفيديو بتاعي موجود تحت هو اللي انا عملت له اخفاء. وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات. كان معكم ياسمين عشور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.